اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو أنا حد تاني، لو أنا حد تاني بشكل تاني، بأفكار تانية، بمعتقدات تانية، بالتصرفات تانية، بصفات تانية، كان ممكن نفس النتيجة تي تحصل ولا لأ؟ لا، لا، أنا مؤمنة أن البني آدم هو نتيجة اختياراته، نتيجة الخبرات اللي هو بيمر بيها نتيجة اختيار، ممكن يوم نزلنا فيه بدري، ممكن وقت قرارنا فيه نعمل حاجة، ممكن بني آدم قابلناه نخلي حياتنا كلها مختلفة لكن لو الحاجات دي ما حصلتش فأكيد أكيد الخبرات دي كتكلها هتبقى مختلفة فبالتالي النتيج دي ما كتش هتبقى موجودة، كنت إمتى نفسك هتبقى بني آدم تاني؟ فكرة الاحتمالية أو فكرة ماذا لو هي فكرة متعارضة شوية مع فكرة القدر، أو هو ده القدر، أو ده قدرنا ربطتي ما بين الفكرتين إزاي؟ وإن أنا عشان أتقبل قدري لازم يكون عندي قدر عالي من الرضا علشان أبقى عارفة إنه هو ده الصح بالنسبالي وهو ده المقدر بالنسبالي وإنه أي حاجة تانية كانت هتبقى أكيد نتيجتها مش كويسة والله أعلم باللي إحنا ما بنعرفوش ودايماً في مفارقة بتحصل في الحتة دي إنه إني أكون متقبلة قدري جداً وإني أقول ياه بس لو ما كانش في كذا أو لو ما كنتش عملت كذا شرحتيها إزاي وقلتيها إزاي بأسلوبك في الكتاب في حاجات بتكون من وجهة نظرنا شر بس هي حمتنا من الأشار صحيح في مناع خير بالزبط في المناع خير طبعاً أكيد بالزبط فحتى لو أنا شايفة الحاجة دي دلوقتي من وجهة نظري الحالية في الموقف اللي أنا فيه دي حاجة سيئة جداً على المدى البعيد هعرف إنه ده أفضل سيناريو كان ممكن يحصل ده حقيق ده حقيق يونعم باللي طبعاً فهو ده الكونسبت بالزبط إن أنت واقف بتتفرج على كل الاختيارات اللي أنت كان نفسك تحصل وحياتك التانية اللي كان ممكن أنت تكون عايشها مع إنك مش راضي عن حياتك الحالية بس في الآخر هتبقى مدرك إن اللي حصل لك ده هو كان أفضل سيناريو أكيد خرجتي بره العالم وروحتي إلى عالم افتراضي لحد ما عملتها إزاي وشرحتيها إزاي في كتابك وحبيتي زي توصليها للقارئ طيب أنا قريت في الفيزيكس كتير جداً في الفترة اللي كنت بعمل فيها النوفل دي لأن مينلي الموضوع كله قائم على السوق بالدودي ففكرة الانتقال إلى أبعاد أخرى وعوالم موازية الفكرة دي بقت منتشرة مؤخراً الملتي بيرسز فالناس تناوليتها بطريقة مختلفة سوبرهيروز والحاجات دي كلها بس أي فالت لكن ماذا لو أنت رحت البعض الأخر ده وشفت نفسك وانت شخصية تانية خالص وحياتك كلها مختلفة واختياراتك مختلفة أنت كنت هتحب تبقى أنت ولا البني آدم التاني ده؟ لو عندك حرية الاختيار بأنك تختار ما بينك وما بين البني آدم ده؟ أوه لو ينفع تأخذ مكان وتأخذ حياته هل هتعمل كده ولا في الآخر هتبقى عايز ترجع لحياتك اللي فاتح؟ ومن وجهة نظري ككاتبة تفتكي حد ممكن يحب يعمل كده أو الي هيحب حياته أكتر لما يشوف الحياة التانية؟ أو لما يشوف حياة الأشخاص التانية؟ الحاجات اللي مش في قدينا دايماً بتلمع في الأول ستكون مبهور جداً بالحياة الثانية. مبهور بالشيء التي لا توجدك. بالضبط. بعد ذلك ستشعر أنه ليس هذا الذي أريده فعلاً. ليس هذا الذي يحتاجه. حتى لو هذا الذي أريده، ليس هذا الذي يجعل حياتك أفضل. ستكون مفتقد جداً السيناريوهات التي لم تكن أحب بها. إحساس الخوف. إحساس أنت ركزتي عليه في روايتك وشرحتيه. والبني آدم يمكن كثيراً يحاول يقاوم أحساس الخوف بشكل عام. الخوف من المستقبل. الخوف من المجهول. نحن لا نستطيع أن نتحكم فيها. أو نحن لا نستطيع أن نتحكم فيها. الخوف بشكل عام. شرحتيه كيف؟ أكثر النقط أو أكثر الأشياء التي وجدت أنه حقيقي البني آدم بجد يخاف منها؟ البني آدم حياته كلها متوقف على الخوف. هو يخاف من كل شيء. يخاف من الفقت. يخاف من الموت رغم أنها الحقيقة الوحيدة في حياتنا. يخاف من الفشل. رغم أنه عادي جداً هيفشل طبيعي. يخاف من كل شيء. ففكرة أنه كتبت هذا كيف؟ لا، هو أنا حسيته. هو أنا كتبت الذي أمر به كل يوم. ممكن أن أكون صحية خايفة اليوم لا يعديش بشكل مناسب. أو خايفة ما يحصلش اللي أنا مستنياة النهاردة. أو 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 أو. فهما الأبطال عدوا بنفس اليوم معي. فهو فكره طبعاً. خافه وكانوا شايلين من الهم ده. وإحساسك بالخوف. أنت شايفة أن الخوف ده شعور إيجابي ولا سلبي. يعني فيه أفكار في الخوف مختلفة. فيه مثلاً مثل بيقولك من خاف سلم. اللي يخاف دايماً يبقى ماشي مظبوط. ودايماً هو ماشي في الأمان. وفيه ناس تانية شايفة أنه الخوف ده بياخد من طقتك. لأ جميدي قلبك ودخلي وعملي وجربي. وإيه يعني لما تفشلي هتفشلي وتتعلمي. مش لازم تخافي. أنت شايفة الخوف إزاي من وجهة نظرك؟ الخوف بالنسبة صحي. بالنسبة تنماسح. بس لما بيزيد بيبقى مرضي. الخوف اللي يخليك ما ترميش نفسك في التهالوكة ده كويس. لكن الخوف اللي يمنعك أنك تخوض تجارب الحياة ده مؤذي جداً. بيخليك عايش أنت مجرد روح موجودة من غير خبرات من غير أي حاجة. لأن أنت مرعوب أنك لو دخلت حاجة تفشل أو مرعوب أن أنت تتوجع أو تتجرح أو 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 أو. فالخوف ممكن يمنعنا من حاجات كتيرة أوي حلوة. فكرة الفرصة التانية. وماذا لو أنا عندي بإمكاني أن أعمل ريواند ورجع الشريط. لو خمس ثواني كمان وما كنتش قلت اللي أنا قلته. وما كنتش عملت اللي أنا عملته. أو كنت قلت حاجة تانية أو كنت عملت حاجة تانية. ماذا لو كان عندي الفرصة التانية؟ شرحتيها إزاي؟ وفكرة الفرصة التانية دي تفتكري أن هي لو في حقياتنا الحقيقية بقى موجودة كنا هنستفيد منها؟ أو كنا هنندم برضو عليها وكنا هنتصرف برضو غلط؟ الحاجة لما بتبقى option ما بتبقاش مبهرة. يعني أنا لو دايماً عارفة أن أنا عندي option أن أرجع خمس ثواني لورا مش بقى مهتمة أصلاً. هقول أي حاجة وهعمل أي حاجة. وهريواند. عادي جداً. ولكن في حاجة. بس الفكرة كلها أن هيجي وقت لأن أنت اللي قلته ده أكيد صدر من جواك. يعني اللي أنت قلته ده هو حاجة جواك ممكن تقلت بطريقة غلط أو في وقت غلط بس هي حقيقية. فهيجي وقت تندم أن أنت ما قلتش كده. أكتر من الوقت اللي أنت ندمت أن أنت قلت كده. يعني أنا مؤمنة أن إحنا بنندم على السكوت أكتر كتير ما بنندم على الكلام. لو وصفنا كتابك توصفيه بأنه كتاب خيالي ولا توصفيه بأنه كتاب نفسي بيحل سيكولوجية البني أدمين من فكرة الإحتمالية أو فكرة الإفتراضية أو فكرة الندم على شيء. توصفيه إزاي؟ هو سيكولوجي هي رحلة من الاحتمالات. هو أنت بتخوض جوا كل حاجة كان ممكن تحصل. وبتشوف لو كانت حصلت أنت كنت هتبقى فعلاً راضي ومبسوط هو ده اللي أنت عايزه ولا لا. عشان في الآخر كلنا بنسبة 100% هنحس أنه لا هو اللي حصل ده. لأن العلمته هو الغيب اللي اخترته ما الواقع. صحيح. فهو ربنا اللي خالق الكتالوج عارفنا. وعارف إحنا في الآخر هنوصل لإيه. وعارف إيه الأحسن لنا. بضبط حتى لو شر وحتى لو وجعك وحتى لو كل حاجة فهو ده الأحسن. تخيل لو اللي أنت متعرفوهش أصلاً كان أسوأ من كده. ده أكيد. فقدر الله مشوق فعله. ده أكيد ده أكيد. فكرة الرضا بقى. الرضا بالمكتوب والرضا باللي حاصل والرضا باللي إحنا بنتعرض له. أي مكان حلو أو وحش. دي أنت شايفاها قد إيه بتفرق في البني آدم بشكل عام وفي تصرفاته. وفي مش هقولك درجة إيمانه بس إنما كمان درجة يعني الرضا اللي بتكون عنده بحياته وبكل ملابساتها أياً ما كانت هي عاملة إزاي. الرضا مش بيجي غير بعد صخت. فكرة إن أنت ترضى بالقدر بتيجي بعد معاناة من إن أنت مريد بدأ وإن أنا ليه أنا ما استحقش ده أو ليه ده حصل ليه. فدايماً بتكون فكرة الرضا بعد ممكن سنين من عدم الرضا. بس عشان توصل له مجرد إن أنت وصلت له إنت هتبقى بعد كده جواك يقين إن كل حاجة بتحصل ديه فصالحي. بس لحد ما توصل لها إنت بتاخد سنين معاناة سنين رفض سنين غضب. سنين دروس. دروس. دروس بتتعلميها بتتعلميها. عشان تعرفي توصلي للبوينت دي أو تعرفي توصلي للمرحلة دي. دروس. من اليقين ومن الرضا ومن الموافقة. إن كتولي الوقت موافقة على اللي بيحصل. دروس. دروس نتكلم شيئاً عن الكتاب وتفاصيله. الغلاف كتبته في قد إيه. مثلاً. كتبته في سنتين. سنتين. أوكي. أنت سنك صغير عمتاً على كل الكلام اللي تريد عشان بس نكون متفقين. يعني يمكن في ناس كتير في سنك ما عندهمش القدر ده. من الوعي الكافي. هل ده خارج من تجارب مثلاً أنا مرت بيها. ولا ده ثقافتك ووعيك هو اللي وصلت للمرحلة دي. اللي اثنين. اللي اثنين. اللي اثنين. طيب كتبتي الكتاب في سنتين. نتكلم شوية عن الغلاف. الغلاف كان شكله إيه واخترتي إزاي. وتصورت لي كان عامل إزاي. والتصور اللي وصل لك كان هو شبه اللي أنت كنت متخيلة. ولا كنت محتاجة فرصة تانية. اللي عمل الغلاف طبعاً كريم آدم. كريم آدم متقلق جداً ورهيب. لما بيجي عمل أغلفها هو بيبقى عارف القصة بتاع الرواية. وبيبقى مؤمن بي جداً. لدرجة أن احنا ممكن نخد حروب إنه طب لي مش كده. فهو بيبقى شايف الغلاف بشكل لأنه عارف القصة كلها. وانتي بتحكيله وبيبقى شايفه قدامه. فمهما اختلفنا قد سان بوينت دايما بصراحة في الآخر بتطلع وجهات نظره صحة. جميل جميل. بتفكري في ايه يا ساندرا؟ يعني ايه الحاجات او ايه المواضيع اللي بتشغل بالك. تكلمتي عن ماذا لو. قلنا فى سايكولوجية احتمالية مختلفة. للكيان الإنسانى بشكل عام ما شكل الكتب او ايه المواضيع او ايه المواضيع Ab통ة بتشغل بالك. أختر الحاجات النفسية. بتشغل بالك أكثر. أطر الحاجات الاجتماعية. نحن بأمار الأنسانية تم تشغل بالكau. أنا بحب قوي نفسية البني آدم. النفسية. أوه يعني ممكن عشان دراسة تعلم نفس بس عمات النفسية البني آدم بالنسبة لي مبهرة. لأن البني آدم ممكن بكلمة واحدة حياته كلها تتغير نفسيته كلها تتغير. بموقف واحد يتحول من أبيض لأسود أو من أسود لأبيض. فالتغير وكمية التناقض اللي بتبقى في نفسية الإنسان دايما بتجذبني. ببقى عايزة أتعمق فيها أكتر. لأن أنا مش مؤمنة بفكرة البيور إيفل. مفيش حد شرير شر مطلق. ومفيش حد كويس بس. لا طبعا مفيش. في ده وفي ده. وعلى حسن أنت بتغذي إيه بقى. هتغذي طيب ولا هتغذي شرير. بالضبط كده. أسوأ إنسان في الدنيا هتلاقي عنده نقطة بيضة. لو ركزتي عليها ممكن يبقى أحسن إنسان في الدنيا. فبحس إن هي عاملة زي البازل. أنا شايفة أن أنت شطرة أويف كلام في الحتة النفسية. وده أنت لما درستي في أدك أكتر ولا خبرتك الحياتية. ولو أنك لسه صغيرة لسه قدامك خبرات كتير أوي. يعني جمدي قلبك كده عشان لسه اللي جاي كتير. بس أصد يعني أقولك علم النفس اللي درستيه وقرتيه في الكتب شبه اللي عشتيه؟ ولا حسن اللي عشتيه هو اللي علمك وهو اللي طلع الشخصية اللي كتبت. ماذا لو؟ لا مش دايما. لأن برضو الكتب كلها اللي بتبقى مكتوبة بتبقى مكتوبة من وجهة نظر بني قدم واحد. حتى الروايات لما بتيجي تتحكي هو بني قدم واحد من وجهة نظره هو اللي بيحكيها. فانتي بتبقى عارفة وجهة نظر البني قدم ده بس. ممكن يبقى فيه دراسات وممكن يبقى فيه مناهج عكس بعض. بس عشان توصلي لخبرة مطلقة من كتب دي بتكون محتاجة وقت كبير. لأن انتي محتاجة تقري من دماغ مليون حد عشان تبقى بتحاولي تلمي المنحك كله. لكن لا اي بليف ان خبرات الحياة هي اكتر حاجة بتعلمك. والناس الكبار دول جمال قوي. لما تتعلمي وتسمعي وتفهمي. عندهم ان الخبرة يعني ما يكفي ان خلينا ما نقعش في غلطات. بس لازم نغلط عشان نتعلم بارد. كده كده بس هما الحلو ان هو يديكي كده الدواء عايزة تغديه خديه مش عايزة تغديه ما تغديهوش. بالزبط اهو موجود. موجود. لما تحتاجي الجاعينه ايوه ايوه ايوه. طيب كلميني شو عن أبطال الكتاب وكلمين شو عن أبطال الرواية مين هما. وجسدتي ازاي الشخصيات الافتراضية او الخيالية اللي كانت موجودة في خيالك في ماذا لو. طمام احنا عندنا ثلت ابطال هما دول الرواية كلها بتدور حواليهم. مين لي شمس وغسق يعني دول الأبطال الأساسيين. شمس حياته بتدور في بعض هو عالم فيزيائي ناجح جدا ومشهور جدا. بس حياته كلها بتتمحور حوالينا العالم. فبقى حاسس ان هو رمى نفسه في الفيزياء من غير ما يحاول يبقى ليه حياة. هو مجرد عالم مجنون في الدنيا. فلما كبر بدأ يحس ان هو إنسان. محتاج يعرف الجانب الإنساني بتاعه. بس لقى نفسه الوحده تماما لأنه هو ما حاولش قبل كده يدي جزء من وقته لحد. كان شايف ان دايما العلم أولى. دايما التجارب أهم من الإنسان. كان دايما شايف المادة أهم من الروح. لحد ما اكتشف الصغب الضودي. فروح البعد الآخر ده كان بالنسباله أكبر إنجازاته. ولما وصل حس ان هو تب ها وبعدين وصلت فإيه. فده دايما اللي بيحصل لما توصل لهدفك. لما بتوصل الهدف بتحس انه طب أنا وصلت فإيه بقى هعمل إيه. إيه الخطوة اللي بعد كده. عشان كده دايما بقى فيه بلان اي و بلان بي و بلان سي. عشان مجرد ما بتوصل لحاجة انت بتحس ان انت كل الفاشة تشالت خلاص انت وصلت. عشان تكمل لازم يكون عندك ستاب أعلى. ده ما كانش عند شمس بس لما وصل هناك القدر كان محضره له. قابل نفسه في البعد الثاني. طبعا كان مبهور بحياته جدا لإن حياته مختلفة تماما شمس في البعد الآخر نحيت. فشخصيته مختلفة هو فنان. فنان بقى وهنا مهتم أكتر بالروح. بالضبط. فده بني آدم بيحمل بالروح. ده العكس تماما. ده العكس تماما. النقيد. ده بني آدم بيؤمن بالروح وده بني آدم بيؤمن بالمادة. بالمادة. والاتنين لما تقابلوا هما الاتنين واحد بس الاتنين عكس بعض. والاتنين فاهمين بعض كويس جدا كأنهم متقابلوا قبل كده. هما الاتنين فاهمين بعض. والاتنين كل واحد فيهم مؤمن بالتاني مؤمن بيه بس بطريقة مختلفة. طيب خلونا نتلع فاصل ونرجع على طول نكمل كلام. موسيقى موسيقى حياة كريمة. في ست مكتبات متوجهة أو في طريقها دلوقتي إلى ست محافظات. ثلاثة في الوجه القبلي هما إنا والأخصر والمينيا. وتلاثة في الوجه البحري هما دمياط والدقهلية والبحيرة. في مرحلة تانية بعد المرحلة دي في الخطة الاستثمارية لسندوق مكتبات مصر العامة. وزارة التخطيط رصدت اعتماد لست مكتبات متنقلة جديدة. يهمنا جدا أن احنا نعرف أجيالنا الجديدة إيه هي مصر إيه تاريخها إيه حضرها إيه حتى مستقبلها وطموحها. وحنا الحسن الحظ بنشتعل هنا من العاصمة الإدارية الجديدة. ليه رمز بقى للطموح رمز اللي نقلة حضرية للمصر. نقلة نوعية جديدة وتنقلنا إلى المصاف الدول اللي تستحقها الدول الكبرى التي تستحقها مصر. وده طبعا طموح القيادة السياسية واحنا جزء صغير جدا من أدوات تنفيذ الحلم ده على المستوى الثقافي. كل مكتبة متنقلة هي تابعة المكتبة الرئيسية في المحافظة اللي فيها ولكن هي مش هتتركز في مكان واحد. لكن هي هتجوب كل تقريبا القرى التابعة للمحافظة بقرى حياة كريمة هتنقل لها المعرفة والثقافة من غلال جدول. ممكن تروح زيارة شهرية أو في كل أسبوع. ويبقى أصلا المستفيد من الخدمات دي يعرف المعادة بتاعها السابت اللي هتروح له بحيث أنه يستفيد من كل أوعية المعلومات الموجودة. وفي نفس الوقت برضاك هتهتمل المكتبات دي بأنها هتعمل قوافل مراكز استكشافية مصرح قومي. ربط بين كل تقريبا كل المؤسسات اللي بتهتم بالأطفال من سن 4 سنين لحد سن 16 سنين. مشروع مكتبات مصر العامة المتنقلة. الهدف الرئيسي منه تنفيذ خطة الدولة للتنمان المستدامة 2030. وهو كما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور بناء الإنسان المصر. احنا طبعا المكتبات دي الغرض منها هو رفع مستوى الوعي الثقافي من خلال ما تتيحه المكتبات من مصادر معلومات كتب. وما تتيحه من برامج سيتم يعني إتاحتها لمستخدم تلك المكتبات في مجال التكنولوجيا. لأن المكتبة ديات مش هتبقى قاصرة فقط على قراءة والاطلاع. لا دعا تقوم بتقديم خدمات رفع مستوى الثقافي تنمية بشرية لمستخدم تلك المكتبات. الجانب الثالث إنها تعمل تطوير للمهارات التكنولوجية للشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات. لأن احنا دلوقتي مثلا بعض الكرة اللي احنا نستعادفها ضمن مبادرة حياة كريمة فيها مجموعة من السيدات. وسادة الرئيس بينادي بأن احنا يتم تدريب المرأة وتحت فرصة لها لزيادة الدخل الأسرة المصرية. لذلك احنا بنتعاون مع وزارة الاتصالات في مبادرة اسمها قدوة تيك. قدوة تيك الغالث الرئيسي منها تدريب السيدات على مهارات الصناعات الصغيرة. ده جزء الأولاني. الثاني حاجة بيتم استعانى ببعض المتخصصين في مجال إعداد دراسات الجدوى، جزئية التسويق، التغنيف. إزاي يعملوا ترويج للمنتجات الخاصة بيه مما يكون له عائد إيجابي على الأسرة من ناحية أو من جانب زيادة الدخل. فطبعا ده المحور اللي احنا بنهتم بيه، الأجانب طبعا موضوع الاطلاع الخارجي، اطلاع داخل الداخل المكتبة والإعارة الخارجية. مسموح للمستفدين أن هما يستعروا كتب خارج المكتبة. المكتبة ديت هيكون لها توقيتات محددة في كرة حياة كريمة، هتبقى ليها زيارات أسبوعية، وهيتم استهداف بيها مجموعة الأطفال والشباب لرفع مستوى الوعي الثقافي. جميل جداً لأن هما بيجيبون لنا كتب جميلة، وأنا بحبي إن أنا أقرأ في مجالات كثيرة جداً، مثلاً زي مجال الكسس التهذيبية، وبحب أقرأ في العلوم البحثة والعلوم الاجتماعية، وشي قصص كتيرة أولاً بحبها، زي قصة عيام بسمة السكر زيادة، إن هما بيكلمونا عن زيار القدرات الخاصة، ومسلاً زي كتاب تامر يهزم خوفه إن إحنا ليل التعمر، وإن إحنا نتنماش على حد. موسيقى يجعنا لكم مرة تانية، ولسه من قوارانا ساندرا سراج، بنتكلم معاها عن كتابها، ماذا لو؟ تفتكلي يا ساندرا، وإنتي يمكن أشارتي لده في كتابك، هل ممكن أن شخص، شخص واحد في كل حياتنا اللي مليانة بني قدمين وأحداث كتيرة دي، الشخص ده يغير حياتنا تماماً؟ ممكن، ده حقيقة، ممكن، حصلت معاكي، ولا ده كان من واحي خالك؟ يعني فيه تفاصيل في اللواية ممكن تكوني عشتيها، ولا دي كلها من واحي خالك، ولا هيغير حياتي ده، ممكن يغير حياتي إزاي؟ حصلت طبعاً، ممكن وجود شخص يغير حياتك كلاياً، يغير الطريقة اللي أنت بتتعملي بيها، أو شايفة بيها نفسك، أو بتحسي بيها، ممكن غياب شخص يخليكي شخص مختلف، شخص ممكن مطفي، ممكن شخص مكتئب، ممكن شخص حزين، وممكن العكس تكوني شخص أكثر إشراقة، شخص أكثر انطلاقة، صحيح؟ صحيح، صحيح، فوجود الأشخاص في حياتنا بيغيرنا، وفقدانهم كمان بيغيرنا؟ بالضبط، وعلى حسب هم مين بقى؟ ومكانتهم؟ وتأثيرهم علينا إيه؟ وتأثيرهم إيجابي، وتأثيرهم سلبي، وتأثيرهم مش عايزينه خالص، يعني على حسب؟ طيب تعايني نتكلموا شو عن فكرة تحقيق الأحلام، البني آدم لو بطلنا نحلم نموت، دي معروفة، بس كمان أحيانا الحلم لما بيبقى معدي سقف المحتمل، أو بيبقى معدي سقف القدرة على تحقيقه، ما بيبقىش حلم بقى ده أنت بتحطمي نفسك، لأنه أنت لازم كمان تعرفي إمكانياتك، عشان تقدري تحلامي مظبوط، كلمين شو عن فكرة تحقيق الأحلام، وأشارتي لده إزاي في كتابك، وإيه العوامل اللي ممكن تكون موجودة فينا كبشر بشكل عام، عشان بجد نقدر نحقق أحلامنا، يعني فيه ناس بتعرف تعمل ده، فيه ناس بتحط قدامها الهدف، بتعرف تركز فيه، ممكن تدوس على أي حاجة في طريقها، المهم أن هدفها يتحقق، وفيه ناس تانية لأ، ما بتقدرش تحقق هدفها، كلمين شو عن concept تحقيق الأحلام، الأول، أنا مؤمنة أن كل شيء ممكن، يعني ما عنديش فكرة المستحيل، أنا عند ظن عبدي بي، لو أنا ظن في ربنا أن أنا بتمنى ده، وأنا ماشي في ستابس تخليني أوصل لده، فأنا حصل له، لأن أنا باخد خطوات وماشي بخطوات مستقرة، مستمرة، تجاه هدفي، فليه ممكن ما يتحققش، إلا لو كان عدم توفيق من ربنا، فلو فيه عدم توفيق فده برضو خير، فهتلاقي حاجة تانية بتتحقق، أو ربنا بيدلك لطريق تاني غير الطريق اللي أنت ماشي فيه، خير لكي أكتر، فسامحوا برضو هتلاقي أحلامك بتتحقق، بس في مكان تاني خالص أنت مش ده اللي كنت متصوراه، ففكرة تحقيق الأحلام، لا هي الأحلام بتتحقق، إحنا ممكن اللي في الطريق اللي أحلامنا، أحلامنا نفسها بتتغير، فبتلاقي نفسك بعد مكان هدفك توصلي لحاجة لحاجة، لا هدفك بقى حاجة تانية، وممكن في الآخر توصلي فعلا للهدف التاني ده، والأول ده هو اللي كان مستحيل ما كنتيش هتوصلي له، صحيح، خرجتي للعالم الافتراضي لحد ما، خرجتي للعالم اللي ممكن يكون مش موجود في الواقع، عملتي ده ازاي، وخيالي ككاتبة ودكي الفين، وإيه اللي نقطة اللي حستي انك يعني لأ، مش عايز اوصل للحطة دي، ولأ كده ستوب يعني كده كفاية، قلت نفسك لأ كفاية كده خلاص يا ساندرا، أنا مش هخرج عن العالم الحقيقي بتاعي أكتر من كده، كنت خايفة قوي من فكرة تعدد الاختيارات، إن مش كل الناس تعرف تتفهم ده، أو مش كل الناس قد المسئولية دي، آه، يعني ممكن حد يبقى شايف ده كفر، إمتي البني آدم هو في بعد واحد، البني آدم ربنا هيحسبه على حياة واحدة، فإزاي يبقى عنده حيوات مختلفة، إزاي هيكون موجود في أكتر من مكان، هناك سبع سماوات وفيه سبع أراضي، فمش كل البني آدمين هيبقوا متفاهمين فكرة الأبعاد الموازية واختلاف الأبعاد، فدي كانت حتة مخوفاني، فكان حتى فكرة الاختيارات، إن البني آدم في الآخر يبقى عايز الاختيار اللي هو كان فيه، ده مش لازم كان يحصل، فيه بني آدم ممكن في الآخر يشوف حياة تانية وينباهر بيها، وممكن ما يعرفش يتعمق لدرجة إن هو يؤمن إن حياته كتهية الأفضل، بس ده لو كان حصل ما كانتش ناس كتير هتطرف تتقبل ده، كان يبقى صعب، طبعا، 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 مش كل الناس عندها القدرة، إنها تقدر تتعامل مع الفرص دي، طيب، ماذا لو هو برضو إحساس مرتبط شوية من بعيد كده بالندم، وهنا هندم إن ما عملتش كده عشان أقدر أطلب إن أنا طب أنا ينفع أعمل كده بعد ما كون عملت كده، فكرة الندم، إمتى زي كده إحساس الخوف مثلا، فكرة الندم على حاجة كان ممكن تعمليها وإنت ما عملتهاش، أو على حاجة كان ممكن تقوليها وإنت ما قلتهاش، أو على كلمة كان ممكن تغير مصير حياتك اللي إنت موجودة فيه دلوقتي، بس للاسف أنت قلتيها، وياريتني ما قلتها، أنت فهنا عزي؟ يعني فيه ندم، فيه إحساس بالندم برضو مرتبط بالفكرة، إحساس الندم ده إمتى يكون إحساس مريض أو إحساس مؤذي؟ هو فكرة رواية كانت مبنية على الفضول مش الندم، يعني أنا دايماً لما بحط احتمالات ده بيكون فضول، طب لو ما كنتش عملت كان إيه لي حيحصل يعني، لكن مش ندم، مش ندمانة إن أنا ما عملتش كده، لا، لا، هو بيبقى فضول، لو كان حصل كده كان إيه لي ممكن يحصل، بس عمتاً فكرة الندم، الندم شيء مؤذي عمتاً سواء كان سلبي أو إيجابي، فكرة إن أنا بقى قاعدة، لو ما كنتش قلت دي مؤذية، أنت بتلاقي جسمك كله بيعمل كده، فلا، أنا ما بحبش فكرة الندم، وما بحسش إن الندم ليه فايدة، يعني اللي حصل حصل، هي الكلمة طلق أو طلعت، مش هترجعيها تاني، فلما إن ده ما فيش حاجة هتتغير، فهيبقى شعور مؤذي سلبي من غير أي نتيجة، أنا ما حسش به أو أقاومه على الأقل، لو حسيت بيه، لا، أنا آخري لما أجي أتضايق من حاجة أنا قلتها، ما تقرريش ده تاني، بص انتي حاسيتي إزاي بعديها، فخلي بالك المرة الجاية ما تتصرفيش نفس التصرف، ما تقوليش نفس الكلمة، خلي بالك ما توجعيش حد نفس الوجع أو ما تتتوجعيش نفس الوجع ده تاني، أيو، بس، طيب، اللي جاي بقى بتفكري في إيه قوليلي كده، هل بتجي تحضرني حاجة في حاجة ببالك بعد ماذا لو؟ هو أنا ما بحضرش، يعني أنا دايما مشكلتي في الروايات أن أنا ما ببقاش عارفة نعمل إيه، أنا ممكن أبقى بكتب الرواية ومش عارفة في الآخر نحوصل لفين، بس أنا بجد بحسس أن أنا ماشي مع الأبطال، أنا ماشي معاهم اليوم بيومه، ونشوف نعمل إيه بقى في الإحنا فيدة، هل تكتبي حاجة دلوقتي؟ لا، دلوقتي أنا بقرأ، يعني في المرحلة بتاعت الكراءة اللي هي ما قبل الكتابة، هل تقري إيه طيب أو بتقري في إيه؟ ما الذي بيستهويكي في الإراية؟ دلوقتي بحيب أقرأ قوي في الفلسفة وعلم النفس، دي أكتر حاجات دلوقتي ببقى عايزة أقراها لأن دي حاجة هتنفعك دايما، يعني أنت دايما هتحتاجي تزوذي مخزون فهم البني آدم أو فهم النفسية أو فهم المجتمع، فهم أي حاجة. بتقري في أي تخصصات معينة؟ يعني في علم النفس في حاجة معينة بتستهويكي بدوري عليها؟ لا مش حاجة معينة، يعني أنا يوجولي كان بتبقى حاجة معينة، أنا دلوقتي بحاول أتوسع أن أنا مقرش بس في الحاجة اللي أنا مهتمة بيها، اللي هي إيه اللي أنت كنت يوجولي بتقري فيها؟ يوجولي بقرأ في النفسية الإنسانية، يعني أن أنا أحب أقرأ جدا عن الطفل مثلا، الطفل من سن مثلا شهر، كم شهر محتاج إيه؟ أو البني آدم، لأن البني آدم لما بيكبر بتبقى حياته كلها متوقفة على أول أربع سنين في حياته، فبيبقى عندي فضول جدا إزاي نبني الأربع سنين دول صح عشان البني آدم ديطلع بني آدم ساوي، لأن إحنا بنتصرف تصرفات تلقائية جدا بتخلي البني آدم ده شخص مش متزن، شخص عنده مشاكل، وإحنا بنبقاش عارفين إن ده سبب أول أربع سنين في حياته، صح، صح، أنا مبسوطة جدا إن أنا شفتك، وسعيدة باهتماماتك النفسية، لأن زي ما قلت لك على فكرة أنا شخصيا كقارئة بعيدا عن شغلي، أنا بحب جدا إن أنا أقرأ في الكتب النفسية بحس إن هي فعلا بتفيدني على المستوى الإنساني، فكرة الفضول، الفضول، الفضول الأحسان أحيانا بيقتل صاحبه، يعني الفضول برضو ده لازم يكون ليه حدود، لأن فضول إزاي ده بيكون مش لطيف، إزاي ربطتي ماذا لو بالفضول؟ لأن هو علم، فالعلم دايما فضولي، العلم دايما فضولي، أنا عايزة أعرف لو ده اتحق، لو أنا عملت ده، إيه اللي هيحصل أو إيه اللي هيترتب عليه، فكرة كلها العلم عن التجارب، فهما دايما بيبقوا عايزين يعرفوا النتيجة، فده بيبقى فضول، فالرواية كلها مبنية على فكرة فضول العالم، عايز يكتشف الغمض والمصير، اللي هو الصقب الدودي، فماشي هو رمى نفسه في التهالوكة من كتر فضوله، يعني هو رمى نفسه في صقب الدودي، عشان هو عنده فضول، ومكانش عنده استعداد يموت، هو مش فارق معي، المهم، أنا أعرف نتيجة التجربة دي في الآخر، طيب، قوليلي بقى ردود الأفعال عن الرواية كانت إيه؟ يعني يهمني أعرف برضو قبل ما أختم معاكي، ردود الأفعال عن رواية زي كده فيه احتمالية، وفيها تفسير للنفس البشرية، وفيها عالم افتراضي، وفيها كلام كتير، وماذا لو يعني كلمة كلنا بنفكر فيها، كانت إيه ردود الأفعال؟ الحمد ردود الأفعال كتير قوي إيجابية، وطبعاً فيه سلبي، فيه ناس كانت مخدودة من الفكرة، فيه ناس كانت مخدودة من إن إحنا ممكن نروح بعد موازي، وإحنا بنتكلم في علم الغيب، وجابوا الموضوع من ناحية دينية بحتة، فده كان دي ميني كانت التعليقات السلبية، أما الإيجابية، فالناس اللي روحوا معي، تفتكري إنه فكرة ماذا لو في حد ذاتها، هي فكرة إيجابية ولا فكرة سلبية؟ على حسب، للبني آدم، يعني أنا لما أقول لنفسي لو ما كنتش قلت، أو لو ما كنتش عملت، أو لو ما كنتش اتصرفت، أنا كده بفيد نفسي، ولا بأزي نفسي؟ لو موقفة حياتك عليها فدي سلبية، لو بتتعلمي منها، وبتموفي أن من الموضوع، فدي حاجة إيجابية جدا، آه، آه، جميل، أنا بشكرك، مرسي على وجودك معنا النهاردة، شكراً على صباح، أتمنى لي كل التوفيق، وحسنك إن شاء الله هيكون لك عالم خاص بك، في علم النفس، في الروايات، أو في الكتابات النفسية البشرية، اللي فيها قدر كبير كمان من الخيال، وأعتقد إن ده مطلوب أحياناً، مرسي، تانك يا ساندرا، معاكم النهاردة الكاتبة الشابة الخاصة جداً في أفكارها، وفي طريقتها، وفي كتابتها، وهي ساندرا سراج، اتكلمنا معاها عن رويتها، ماذا؟ لا، كان معاكم رانيا السيد، واشكركم.